لا تجن ولا تحتاد يا أخي ما بتحرز هالقد في إشياب هالدني أصعب ما بدا هالقد صدقني صدقني ما بدا هالقد تحية لكل قراء ومشاهدي ويبسايت الفان من قدمكم حلقة جديدة مما بدا هالقد مع المبدع الرائع المبسل الكفوق الشاطر يلي كلنا منحبه محبة حقيقية باسم غنية بكفي بكفي هالقد ما بدا هالقد ما بدا هالقد ايه مش هالقد طيب ليك انت باسم يعني ما بعرف بتزهلنا أوقات مثلا بتظهر هيك بطانجو بدور بتكسح الدنيا بتكسر الأرقام القياسية وبتقل لي ما بدا هالقد انه انه هيدا توفيق كل الممثل بشتغل على حاله بتوفق يعني مش ضروري يكون أنا لوحدة صار معي هيدا الشي شو هالشي النتورالي اللي عندك يلي مش عم بيوصل لك الغرور على راسك لأن أوقيت وقت بينغر الممثل بيبين عتمثيله انه نغر يا زلمي أنا بوافق هذا الرأيي لأنه أوقات كاركتيره بالحياة الإنسان بيلحقه على التصوير إذا ما كان شو اسمه لا أنا برأيي لأنه لما واحد بيحس حاله أنه خلص ما بقى عنده شي يعمل هو بينغر أنا شخصيا ديما بحس أنه أنا في عندي كتير قصص لازم عملها وبعض ما عملتها مع أنك عملت كتير إشي يعني عم بيقل لي المخرج توني نعمي يلي أخرج أفلام سينما توني ومسلسلات قال لي أنا كتير حبيت باسم بالسينما بالأفلام يلي قدمها لأنه عادة ممثل المسلسلات غير ممثل السينما أنا أخد جايزة بجايزتين أخدت جايزة أخطة بمعرجين فجر بطهران وكورتاش مسلسل اسمه فيلم اسمه كان في نخب كتير كبير مكلف منيح يعني إنتاجه كتير عظيم كنت أنا وكارمن لبوس يوسف الخال نسرين طافشت نيكولام عوض كند علوش اسم الله عليكم اسمه 33 يوم من الأفلام اللي أنا كتير بحبها 33 يوم مش اللي بيحكي كمان عن الكفاح ضد الإسرائيليين صحيح يعني انعرض أنا صار للشانس أني أحضروا لأنه انعرض بالمركز السقافي اللي تابع للحزب ورجعنا عملنا فيلم اسمه السر المتفون كنت أنا وعمار شلق وكارمن لبوس عمار وكارمن ويوسف حداد كمان أكيد هذا أخدت عليه جايزة بفرنسا بنيس جايزة أفضل ممثل بهذا الفيلم للأسف الجمهور الليبناني ما بتابع نوعية أفلام بس أنا بعترس فيهم هؤل الأفلام اللي أنا عملهم أفلام فيهم بطولة فيهم وطنية فيهم فوية وعملت أفلام تاني مهضومي يعني عملت أنا مثلا مع سيدة الثانية سيدة الثانية أنا ورفيقتي ماجي أبو غصن رفيقتي ماجي أبو غصن وهلأ عندي فيلم إن شاء الله بدي نزل بعد ما تخلص كورونا كتير حلو اسمه زكور أنا أبلعب شخصية زكور فيلم كوميدي زكور إيه من الاسم قلت بده يكون شي كوميدي بس بيحكي عن مشكلة اجتماعية صارت اللي هي بيع الأطفال فيلم منه وفيلم ماكي بس بضحك يعني إخراج إلي حبيب بيحكي عن بيع الأطفال وبدحك إيه ما هو يشهروا البلياتي ما يضحك لأنه المجريمة بيع الأطفال في وجع بس بطريقة عملوا على شاهد العميد لبيع الأطفال بس كان كتير دراما يعني مع كريس بشار وتيم حصل نحن صورنا قبل نحن صاروا سين ونص مصور بس الظروف صارت هلأ معليش الفكرة لازم إنه ينحكى عنا عدة مرات مش حيب إيه هلأ نحن طارحينا بقالب كوميدي يعني إذا بدك المسلسل ممكن بعتقد العميد كان شوي دراما دراما كان أكيد دراما كان دراما وردنا حد دقاء للجزاء وبالآخر بالنهاية بدي أقلك شالي بالنهاية فيك تعمل نفس الموضوع يعني رومي أنجوليات بمسرحيات كم مرة رجعوا عدوها بيعاملتها شون جديدة كل مرة واحد بيعاملها بطريقة فبالنهاية هذه قضية موجودة بالمجتمع فيها كتير ناس مخرجين يعالجوها يعني بسم أدوار الغراب مع أي مسلات بحب تمثلون ما عندي مشكلة أنا بمثل مع كل الموثل أنا معروف عني أنه بقدر أقلم حالي يعني أنا بقدر أقلم حالي مع الموثل البوجي قدم فيه طبعاً موثلات بارتح معهم أكتر من موثلات تمت فهم على بعض ما بدي أقول أسماء حرم بس أنا كل اللي اشتغلت معهم بحبهم بحبهم كلهم يعني ما عندي مش كلمان حدا مؤخراً دليدة أنا ويا عملنا كتير شغل حلو من زمان إذا بدك بصر كان كتير حلو هالمسلسة صحيح شداً حلو كيف وقفتك قدام بسامكوسة بسامكوسة موثل استثنائي بعتقد يعني حتى هو بسوريا موثل استثنائي كل الموثلين السوريين بيحسوا الإحساس هذا إنسان محترف يعني كيف نحن نقول عنا أنتوان كيربيج نقول بسامكوسة بسوريا صحيح بسامكوسة مش مجرد ممثل حتى كإنسان يعني بتاعدي معه تستفيدي وللأسف أنا يمكن أعتمعه كتير بالورق الكواليس لكن ما صورت كتير أنا وياه بسر لأنه ما في عنا ما يشاهد كتير مع بعض إلا بالآخر بس إن شاء الله بجزء التاني بجزء التاني إن شاء الله إذا الله كمّل معنا قدرنا نصور طيب ما استقلت من السلك البوليسي بيصير بالمشهد الأول كيف رح تتلاقوا بالمشهد التاني؟ الجزء التاني بدايته رح تكون رائعة فكرة باعتقد أنا هي طيب باسم ليش هيك حسينيك مثلاً مع ممثلات نجحت كتير مثلاً مع كارول الحاج مع بيفيان أنتونيوس في ممثلات هيك بحس إنه فيك تلعب دور المغروم بس بلا إثارة أنت يعني ما بتوصل للإثارة أنت ما منحس إنه بأدوارك الغرام في أشياء إباحية لك الإباحية هي أسلوب يعني فيك تكوني عم تعملي شي إباحي ويوصل لناس بطريقة راقية منذ ما تتخشل أنا بعتبر التليفزيون هو خطر التليفزيون بالسينما فيك تعملي قصص كتير اللي بدك يا لأنه عم بالسينما في عندك حرية أكتر؟ أنت بتقرر تروحي تحضر الفيلم بس بالتليفزيون إحنا عم نفرض عليك تشوفينا لأنه أنت كمان حتى لو معيك روموت كنترول عم تفوت عبيوت الناس بدون استئزان أوكي؟ يعني ما تقبل تلعب دور في شوية إحاقات جنسية في بوصة مثلاً نبوش أبوش عطمة شي واحدة على الشغل أنا لا ما بعملها حالياً أنا ما بعملها كرميل مرتك يا ما كرميل خدش الحقيقة إذا بدك إيه أنا بحترم مرتي مع أنه هي ما عندها مشكلة يعني بتقلي إنه هاي دي شغلتك بس أنا بحط حالي محلة وبعدين في كتير أدوار أنا كان فيها فيها لازم يكون هالقصص وما عملتها وبعتقد مرأت وكانت ناجحة وما أثرت إذا شغلي بتأثر هالقد بعتقد بعرف إذا بتأثر أو لا يعني فيه قصص ممكن ما أنا عملها ليش بتكون محطوطة فيه مسلسلات بيكون فيها كتير مع أنه فيتر السمعة أنا عملة نيكولام عوض عملة نيكولام عوض أنا عملتها بالماضي مع كذا ممثلة إيه؟ أيوا يلا لأ أنا عملتها بالماضي مع كذا ممثلة صحيح بس أنا هلأ ما بعملها أنا احترما لزوجتك أكيد هلأ في ناس بيقولولي إنه ليك هيدا شغلي منا مهنية لأنه أنت بني كممثل لازم تعمل كل شيء لأ ماني مضطر أعمل كل شيء الدور اللي بيعجبني بعملوا لما بيعجبني ما بعملوا وما بفرض على حالي على حدا الشيء أكيد طيب تناجع لرمضان برمضان أنت حضرت أولاد آدم إيه حضرته كله كنا عم نحكي على الأدوار المركبة كيف لقيت دور مكسيم خليل يعني هالإبداع عن مكسيم خليل وعند قايص الشيخ نجيب يعني أنا حسيت إنه هلأ أنا ذكرني شوي بالولادة من الخاصرة مكسيم خليل بالدور اللي عمله لأنه كمان كان عامل دور استثنائي بالولادة من الخاصرة المسلسلات كلها يعني دور هلأ عم نحكي على الأشياء الطازة يعني عم بحكي هو هذا الدور لا يعد أحنا دور مسلسل من أحنا الأدوار اللي عملت بالمسلسلات يعني من الأدوار اللي أنا بحب عملها يعني هلأ إذا تقليلي أولاد آدم أنت نعرض عليك دور أقيا بالدور بتختار مع كل شي صعيب دور مكسيم لأنه دور جديد يعني عرفتش أنا بالنسبة لألي دور جديد بعتقد أنه مكسيم عمل وصلي الرسالي بطريقة عظيمة أنا بشهد له وأنا هنيته على السوشيال ميديا مكسيم ممثل كمان ممثل مهم جدا وكيف بتزدي بيجي بواقف أنا بالنسبة لألي كان كتير بارز بهذا المسلسل قيس الشيخ نجيب قيس الشيخ نجيب عمل كمان شخصية كتير جديدة وكتير حلوة أنا برأي أنه عم تشوفي ممثلين بهذا المسلسل يعني عم تحكي كلهم خريجين معاهد فنون مسرحية عم تحكي قيس ومكسيم ماجي أبو غصون نادا أبو فرحاق بصلا السجن لوحده السجن هذا معهد يعني تصور كل طلاب معهد وفنون الجميلة موجودين بالسجن قديش حلو المسلسل من كارول عبود لندق وفرحات لجريت تاعون لروني غوش في أسماء تاني كمان شباب كمان وصبايا معهد فنون الجميلة عم تحكي طلال الجردة عم تحكي بس قديش حلو وقت حتى يخبر حتى دانيالا عاملي جاهد عظيم بهذا المسلسل يعني أنا شخصيا أفضل دايما أنه طلاب معهد فنون الجميلة يهدوا فرصتهم لأنه تعبوا ودرسوا وكذا بس أنا ماني ضد أبدا إذا بنت جميلة وعند موهبة أن تكون موجودة وتأثبت حالة بيرأيي أنه بعد تانجو وبعد أولاد آدم عاملي دورين ما بيشبهوا بعض أبدا هلا العودة ما شفته أنا صراحة شفت منه أول حلقة بس بشي نتكون كذير كمان العودة حلو إيه شفت أول حلقة من بدها القد لدانيالا رحمة بدها القد إيه استهل ما بدها القد بسم غنية لحظنا آخر مدي كلوديا مارشليا عم تكتب أشي كتير عميئة يعني مثلا إذا بدي إحكي أنا بأسود بتحكي عن عائدة البيدوفيل بس بالعكس المرة اللي بتغتصي بولد صغير وأنت بتعرف أنه يلي بيمرق بهيك تجارب بيطلع معقد عكبر فأنت بمسلسل أسود ما طلعت معقد بقدر ما أنك غلبت العقدة وحبيت ولاد الصغار وساعدتهم هلا هي كمان أخذت دور المعقد بصورة الفلاحين ورد الخال وبيه برداني أنا كمان كانت عم تحكي عدور بديع أبو شقري اللي كان معقد كان يضربه بايه وهو صغير وهيك يعني بلش تدخوض هالعقد يلي نحنا منعيشه وما يكون مستحيين أنه نحكي فيه إذا بدي إرجع لقالك بدور أسود كيف تقبلت أنت أنك تاخد دور يعني عادة الرجال قليل اللي يحكي عن دور أنه هو مختصب دي مع أن البنت تحكيها بطريقة أسهل أنت كيف قبلت أنك تاخد هالدور؟ لا هذا دور كمان من الأدوار اللي بعتز فيها أنا بعتقد كلوديا مش بس مؤخرا من الزمان بس إحنا ما كنا عم نتابع هلا السوشيال ميديا أكتر شيء عم بتساعد عم بتوصل الفكرة للناس أكتر وعم بتحكي عن الموضوع أكتر كل عمر عم بتعمل أدوار موجودة ومشاكل بالمجتمع وهذا شيء بينحسب لها إيجابيا يعني مؤخرا مع قصة كارين رزق الله إذا بتحكيه في مشاكل بالمجتمع الموجودة ببرداني أنا بأسود أنا بالنسبة لأليه بعتبر أنه صعبة كمان كل فترة يجيكي دور متل هيدا الدور يعني أنا كنت سعيد جدا أنه عم بعمل هيدا الدور لأنه عنده عقدة وعنده مشكلة بحياته وعفكرة أنا بمرحلة مراحل كتا عم بتمنى أن أكون أسود بالحيات قد ما حبيته الأسود أنه عنده مدرسة بقلب بيته عامل وبعيش أولاد صغار وبيطعميهن وبيكبرهن وبيخليهن فوته على الجامعات ويصيروا يا ريت أنا أملك من المال ما يكفي أني يكون عندي بيت مزرعة مثل مزرعة أسود وعيش هذا فأنا ببعك بس شو مش أسود هالأسود؟ هو أنه أسود هو ماضي أسود ماضي أسود والحقد اللي بقلبه وهو الانتقام انتقام من الشخص اللي أزاد وحياته وأزى أمه مورا هلو الموضوع أمه ما تتقديم عينه يعني ما شافته وبالنسبة القلب هو الأدوار اللي أنا هلأ عم تستفزني هو الأدوار اللي أنا بقول عنا أي دغري يعني في كتير أدوار عم تنعرض عليه صراحة ما بحس أنه بتشبهني ما بعملها بحاول قد ما فيه هلأ أختار وبعطيت عندي كلوديا هلكم سنة أنا كنت محظوظ أني اخترت من أحلى الأدوار باشتغلتهم أسود كان في قباله منافسة كتير كبيرة سنت الماضي رغم هالشي علم عند الناس صحيح يعني كان فيه السنت الماضي كان فيه البعشة اللي كان متابعة جدا من الجمهور اللبناني لأنه كان بلش قبل رمضان وكان فيه الهيبة ورغم هاك كان هو يعني من أهم المسلسلات المعالمية وما كان فيه كورونا يعني وما كان فيه ثورة صحيح كيف لقيت وقع دليدة خليل على الناس ووقع معك بالتمثيل وين بأسود وين بسر وإذا بدك فيك تقول بسر كمانا والفرق بينتهم لكن أكيد أنا حبيتها بسر أكتر لكون صريح سيدة لا يعني أني ما حبيتها أبدا مش لأنه دورة يمكن كمانا كان أقوى بسر لا دورة أبدا من أنه أقوى بسر دورة كتير مهم بأسود وهي إذا بدك محور بالمسلسل سيدة لا يعني أنه ما حبيتها بأسود بعكسا ما حبيتها كتير هلأ تعرضت لانتقاضات العلاقة يمكن ببعض القصص بس هي مخصة فيها هلأ بعتبر أن الممثل يجب أن يكون عنده رقابة على حاله لأن الأوقات اللي حواليه المحيط اللي حواليه ما بيفقه لكل الأمور يعني أنا دائما في عنده دائما رقابة على كل شي بعمله ما بيكفر أنه بس طمم بالي أنه في مخرج وفي مساعدين المخرجين لا دائما أنا بحاول أشتغل على حالي هو هيدا غلطتها لديه ده هيدا مصنصة أنت أدات اللي تعرضت له هي ما خص فيها لأنه هو أصولا بالعمل هي تعرضت عن أنت أدات أنه ضل وجه مع الخطر وكذا أنا برأيي الحق هذا الشي مش عليها صراحة حرام ظلموها للبنت يعني أنا بهدا رأيي طيب ظلموها لياسمين صبري بفرصة تانية كمان أمتقدوها بالشي زيتو يعني بتحس الناس ناطرين المنمثل وين؟ ياسمين صبري فاتتكو ما وضل مكياجة وزيتو ما ضل في صحافة مصرية وصحافة لبنانية منتقدو باعتقد داليدا يعني داليدا أكتر من من ياسمين صبري أصلا بعد بأول أدوري ياسمين يعني داليدا جاي من خلفية العلاقة بالجامعة درس 14 يعني لازم هي تعمل رقابة على حالها بس أنا برأيي اللي كنت تخطأة لداليدا بهذا الموضوع أنه كان لازم تعمل رقابة على حالها وعلى فكرة أنا بمحل المحلات كنت عم بصور أنا بيها باعتقد أنا كمان بتحمل مسؤولية بعض الأحياء أنه ملافت الله النظر بهذا الموضوع أو انتبعت يمكن لأنه كنت كتير عم تفكر بدوري كيف لازم يكون باعتقد أنا كمان كصديق كان لازم انتبه للقصص طفيتا ما بدأ آه أكيد لهني بيمرقوا عادة أنا برأيي يعني العالم هم يشوفوا الدور ويحبوه يعني أنا بالنسبة للقالية الناس حبت داليدا بهذا الدور ما بدأ هلا أكيد بس مطلع بيلك تقعد معنا بعد شوي بقعد أكيد معك أنت أوكي لأن بدنا نكمل بعد بدنا نحكي شوي عن سوشال ميديا نحكي شوي هيك عن سكر زيادة بعد ما حكينا بنحكي شوي هيك بعد في كتير أمور والله أنا اشتقتلك لأنه قلنا هيك كذا سنة بدنا نتلاقى ومش عم نتلاقى حبيب تقلبك هيتا نشكر بريستيج ميزيك على استقبالون نزيح شارتوني الرسام المبدع زميلنا الصحافي بمجلة ندين على التابلويات الحلوين بدنا نشكر مروان سمعان على التصوير توني نعمي على الإشرف ماري لورد سمعان على الرشاش وعلى الماكياج بدنا نشكر جارج عطيق على الكوفير قدام الكاميرا كي معاكن هلا المر Na تجن ولا تحتد ياخي ما بتحرز هالئد في إش يبهى الدنيا صعب مبدا هالئد لا تجن ولا تحتاد يا أخي ما بتحرز هلقات في إشياب هدني أصعب ما بدا هلقات صدقني صدقني ما بدا هلقات